الوداد والساندونس كانت قمة في الإنسانية مغربي أتبنى عمودياً وأفقياً الموقف الرسمي للدولة المغربية وهي تدعم المملكة العربية السعودية في هذا التنظيم مباراة الوداد والساندونس مباراة ممتعة في كل حاجة عادة رمزي تقريباً كل مباراة يحسن فيها قداءة المنافس بالطبع أنت سنين واحد ديماً منتقال بنتيجة سلاح ذو حدي لطيع كان رجلاً حقيقياً في تلك المباراة الله عزيزي أولاً دعني أيضاً بدوري أعزي عائلة الوداد الرياضي وعائلة كرة القدم الوطنية وأقول بأن لكاء الوداد والساندونس كانت قمة قمة في الإنسانية وقمة رياضية وقمة أيضاً في التنظيم بكل صراحة هناك مجموعة من اللقاءات كشفت بعض العيوب وبعض الاختلالات على مستوى التنظيم ولكن في هذه القمة كانت غاية في التنظيم ومشاهدت الجميع إذن شكراً لكل السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء وكل من صهر على هذا التنظيم وشكراً أيضاً لجماهير الوداد التي سهمت في نجاح هذا التنظيم أولاً عزيزي أكد دعني أقول لك كمغربي أتبنى عمودياً وأفقياً الموكف الرسمي للدولة المغربية وهي تدعم المملكة العربية السعودية في هذا التنظيم وأنا أعتبر نفسي كمغربي في قمة الافتخار ونحن ندعم بعضنا البعض في كل هذه التظاهرات القرية أو العالمية الحقيقة الثانية التي أريد أن أقف عندها عزيزي هيكل هو أن قطر الشقيقة فتحت لنا باب التألق وفتحت لنا أيضاً باب التحدي وفتحت لنا باب أيضاً التنافس مع الكبار فنجاح قطر في التنظيم فنجاح قطر أولاً في الاحتضان فنجاح قطر في التنظيم ونجاح قطر أيضاً في احتضان العالم كله جعلت أيضاً كل الدول العربية تتمحوا إلى ذلك خاصة والتي لها إمكانيات قد تكون لها إمكانية بشرية قد تكون لها إمكانية جغرافية وقد تكون لها إمكانية المالية المغرب كان بعد قطر والآن السعودية أنا شخصياً أقول وأنا أتابع المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة وهي تستثمر في كرة القدم وتنتهي متجربة قطر الشقيقة فأنا أقول بأن المملكة العربية السعودية أيضاً ستبهر كما سيبهر قبلها المغرب وكما كانت قطر الشقيقة في البداية هو ده رضيه من أحسن النهايات أن أتفرجت عليها الفترة الأخيرة مباراة الوداد وسانداونس مباراة ممتعة في كل حاجة ابتداءً بالكلمة الحلوة اللي قالها أستاذ محمد المغودي وكلمة جميلة جداً عائلة الوداد دي كلمة حلوة أوي أوي يعني كلمة العائلة دي لوحدها شاملة كل حاجة حلوة لكن تهيئة الجمهور الوداد باللفتة الحلوة اللي عملها والتشجيع المستمر والحضور الجماهيري المنقاطع اللي بيخلي أي لعيب عايز يلعب لحد آخر دي حد آخر لحد الحكم ما يصفر وعاز يسعد الناس الحياة لكل الزملاء والحضور أعتقد أنه أشاطرك رأي هيكل في أنه شاهدنا أول شيء أفضل مباراة مع الشوط الأول من مباراة الأهلي والسانداونس والذي أشاطرك ذلك رأي الأخ مبكر الزيتوني لما قال أنه حاس كان عنده ارتباك وكان الأهلي يسجل هدفين في الشوط الأول من جراء ارتباك هذا الحارس فعلا هي طريقتين مختلفتين عاد الرمزي تقريبا كل مباراة يحسن فيها قراءة المنافس يعني لو نقارن بين مقابلة الذهاب مع التراجل ياضي أينما شاهدنا العملود كأنه لاعب وسط بيدان وفي بعض الأحياء كأنه مهاجم ثاني مع البحري هذه المرة مع سانداونس يعرف نقاط قوة سانداونس العملود شاهدناه في دور كلاسيكي لظاهر أيمن يقوم بالدور الدفاعي يصعد عندما تتاح الفرصة ولا نشاهد كذلك الظاهرين يصعدين معا في حين بالنسبة لسانداونس فريق لا يلعب على الأطراف لكن يبحث عن العمق وهذه أعتبره أحد نقاط ضعف هذا الفريق وانت قلت هيكل أن الفريق هذا لا يغير طريقة لعبه هو من شئ من الفرق الكبرى أنه لا يتأثر بالنتيجة ولأنه عنده أسلوب لعب واضح وهو الهجمة المركزة يعني خليني نقول تيكي تاكا جنوب أفريقيا تبادل سريع على الكورة لعب في بعض الأحيان حتى من لمسة واحدة وكأنه كل لعب تقريبا يعني متأكد من تحركات يعني زميله وكأنه العشر لعبين مسكين نفسهم يعني باليد باليد ويعرف التمركز الجيد وهذه صعوبة كبرى لكن عاد الرمزي خليني نقول وشاطر خليني اليوم تقريبا خذيت كلمة من كل المدخلين أستاذنا المغودي قال لك مستقبل الكرة المغربية فعلا هو مدرب له فكر عالي جدا وقراءة تكتيكية سليمة وكل مباراة يخرى على حيدر ورغم أنه يلعب مباراة الخامسة في 15 أن يوم تجاوز الإرهاق والتعب الذي انتابه في نصف نيائي إياب أمام الترجي لما كان الويداد غايب على الفورمة لكن عرف كيف ينتصر استرجع الأنفاس شاهدنا البارح ضغط عالي شاهدنا شراسة على حامل الكورة شاهدنا روح قتالية وطبعا بتواجد هذا الجمهور الرائع الويدادي الأكيد أنه شحن معنوية إضافية الويداد فعل كل شيء عادة رمزي وحافظ على الثوابط رباع الدفاع لعبين ارتكاز الدراوي وجبران وهذا السوداسي تقريبا هو العمود الفقري للفريق ثم يغير على الأطراف بوسفيان أو حيمودي يعني ثنين ثلاثة تغييرات في كل مباراة حتى الفريق يحافظ على نفس الأسلوب لكن بخصال مختلفة يعني لما يكون موجود الهوني وأنجم يعني الفريق وقتها سوف ينتظر قليلا ويلعب على الهجمة السريعة واضح يعني فريق يعني فريق تحس أنه العشرة لعبين وكأنه معنى الأطماتيزم اللي ما نسميه معنى مع بعض تشوف شخصية اللاعبين الفردي والجماعي تشوف فهم أسلوب لعب فهم ثقة في النفس هذا معنى فريق فريق بصراحة فريق صعب المراس بالطبع معنى ثنين واحد معنى ديما معنى تقعد نتيجة سلاح ذو حدي لكل مباراة ظروفها لا تنسى أيضا الويداد البيضاوي لما ممكن حكيم تمر بالفترة هذه لما يكون معنى لعب معنى مثل الأخي يعني في العائلة يتوفى في ظرف مباراة صعيب التأثير النفسي على اللاعبين كان إيجابي دفع جماهيري كبير جدا ماهيش مباراة ما مرست سهلة على الويداد شفنا بعد فريق استغل الفرصة معنى كانت عنده الامكانية بشي سجل حتى فشاوت الأول جاءت لما ممكن مزل فرص واحدة في الفار اللي معنى ماش في ضربة جهازها والثانية اللي ضربت في الشباك المتيع من فريق خطير واختير جدا لكن لكل مباراة ظروفها لكل مباراة معنى كل مدرب وخاصة نحن لما نعرف أنه جبران بشي غيب على المباراة هذه ممكن يكون عنده تأثير إن شاء الله ما يكونش تأثير معنى سلبي للفريق واللي بشي عاوض إن شاء الله يكون في المستوى إلى مباراة الموسم الماضي الويداد سانداوس الموطيع تألق في كل شي لما كنا نشاهدوا ماكوينة والبوكس تو بوكس ماكوينة والتزديدات على الخط الموطيع كان قوي حتى من الأطراف لم يكن هناك نكوة ولكن كان هناك موضي بليلع في الأوفلوب أو حتى آليندا الموطيع كان رجلا حقيقيا في تلك المباراة الآن ماذا يختلف سانداوس الموسم الماضي على الموسم هذا ماكوينة تعلم الدرس جيدا يا هيكل أصبح يلعب بتوازن دفاعيا لا يغامر كثيرا هو الآن يجب عليه أن يسجل هدف ولكن الويداد نظن أنه راح ينتظره الموطيع سيكون له دور كبير وكبير جدا في عملية في عملية اقتطاع الكولات العرضية في عملية البوكس تو بوكس من ماكوينة لأنه ماكوينة لعب خطير جدا يوصل البوكس والتزديد على الخط نظن أنه سانداوس لن يكن بتلك القوة التي كان عليها الموسم الماضي لأنه كذلك ويعرف قوة الويداد ويعرف أن الويداد إذا سنحت له الفرصة ووجد المساحات لا بد أن يكون هناك هدف لكن نظن أنه الموطيع إذا جعل وترك الويداد ترك الويداد في أعز أو في أحرج تنقسم على فترات فترة القوة فترة الضعف وفترة التوازن في فترة ضعف الويداد إذا كان الموطيع في يومه نظن أن الويداد لن يخرج إلا ويكون بطلا لهذه السيوبرليغ وأذكرك فقط في ذلك عالمية عملية الكواليس سانداوس هو فريق موتيبي والآن الرئيس الحالي لسانداوس هو النجر الأكبر لموتيبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر